السلام عليكم بمحمد عليكم السلام عساكم بخير الحمد لله ضيفنا العزيز أحمد باقر تاريخ ما شاء الله يعني خريج صيدلة أعتقد سنة 75 وماجلستير صيدلة من بريطانيا أيضا بأواخر السبعينات وشهادة في الرقابة الدوائية من السويد وعضو مجلس أمة ست دورات ووزير أو سبع ووزير كم مرة أربع مرات ما شاء الله عنوان البودكاست ما لنا نوير ومدتها قصيرة مثل ما الزهرة هذه أصلا مدتها قصيرة لكنها تطلع في بيئة قاسية ورغم قسوة هذه البيئة دائما فيها جماليات ودنا نعرض للشباب هذه الجماليات وهؤلاء الذين وضعوا بصمات في البلد ولهم أثر وممكن يكونون مثل عليا الناس تقتدي فيها بمحمد ودنا نبحر معاك شوية في عالمك الأول الطفولة البيت ما قبل المدرسة المدرسة الابتدائية سؤلف لنا شوي عنك نزاك الله خير والله أبو خالد أنا أولد في منطقة الميدان في شرق أي وسنة 52 شرقاوي أصلي أي وطبعا ما أذكر ذلك المنطقة تماما لأنه لما كان أمر ست سنين حقوق ما درست الأولى الابتدائي في في مدرسة الصباح الابتدائية آآ انتقلنا إلى المرقاب آآ بيوتنا في شرق رقوت الأولين وقصوها يالنا القص أي أي وبعدين آآ بوين طبعا الشرابيت عود كبير جدا جدا ألف ومتين متر في المرقاب آآ وكان فعلا بيت ضخم جدا بحمد الله تعالى انتقلنا إلى المرقاب هاي النقلة كبيرة كانت بالنسبة لي يعني كملت الابتدائي في المرقاب آآ أول شيء آآ ابتدائية المرقاب بتبسط صلاح الدين أولى الثانوية ثانوية الشويخ ثانوية الشويخ شهيرة اي وبعدين كانت أيقونة في زمان اي نعم اي نعم والحكت عليها بعدين انتقلنا ثمانية ستين انتقلنا إلى المصورية فانتقلت إلى ثانوية الدعية اي وتعرفت فيها وزاملت إلى ناس من أفضل الأصدقاء إلا يومك محافظ على الصداقات القديمة جداً جداً ناس أفعاد الحقيقة وثرف الشخصيتي أمانة ثانية هم اللي حثوني على نزون انتخابات خمسة وثمانين اي ايضاً في بعد أول سنة طبعاً لما خرجت خرجنا وكلنا يعني بحمد الله يعني درجة زينة يعني فكان نزون أمريكا هندسة طب وصيدلة مصور واسكندرية فرحت الصيدلة في اسكندرية عقب السنة الأولى عرفني أحد الأخوة الأخ أنيزي العنيزي الله يذكر بالأخير على الأخ عبد الله السبت الله يرحمه الله يرحمه ونشأت صداقة قوية وبدأت أتجه إلى العمل والدعوة الإسلامية في سنة نهاية الواحد سبعين بداية سبعين وملتزم بالحمد الله في هذا العمل إلى يوم كان أكثر من خمسين سنة وتطور من العمل في المساجد وكتابة يعني إسلامي وكذا وكذا العمل التنفيذي في المجلس وفي الحكومة بهذه الفترة طبعاً جربنا أول شيء مجلس خمسة وثمانين بعدين فترة الحل بعدين فترة الأسر العراق الأسر وبعدين بعد الأسر الحمد لله مجلس اثنين وتسعين ستة وتسعين تسع وتسعين آآ الفين وثلاثة وبعدين شاركت بالحكومة في الفين واحد وثلاثة والفين وآآ ستة لأ الفين وثمانية وهكذا آآ تجارب كثيرة جداً بحمد الله تعالى وكلها يعني انبصمت في شخصية طبعاً في شخصية للإنسان آآ مارست الكتابة الصحفية من يوم وأنا في الجامعة آآ كتبت في كل الصحف الكويتية تقريباً تقريباً مو كلها زي بمحمد بطفولتك المبكرة هل كنت شايف نفسك انك تبي تكون في موقع مهم في يوم ما هل شايف نفسك عضو أو وزير أو قيادي في العمل الدعوي أو هل كنت مخطط لهذا هو يعني ما 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 خطط ولا يعني خطر على بالي إي إلا عقب ذيك الجلسة الشهيرة اللي في انتخابات واحد ثمانين عملاً سني ما كان يسمح لي بالترشح وطرحت قضية لتنقيح الدشتور وطرحت بقوة في انتخابات أبس عملاً وكنا ندور على مخيمات المرشحين ونناقشهم ويوم الأيام رحت لمرشح أنا معي مجموعة من ربا القاسية اللي قلت لك تعرضت عليهم فيدخلنا خيمة الأخ عبداللني عباري الله يرحمه الله يرحمه وبدأ نقاش بيني وبينه لا تصد لا تصد لشوم كان هذا هذا الحوار كان مهم بالنسبة لي الناس اللي قاعدين بالخيمة كلهم تابعوا الحوار من دشينة يعني عقب صعبة العشاء يمكن بالتسعة بالعشر إلى ساعة انتهي ونصف بالليل وإحنا ناقش عوضاع البلد والسياسة العامة وموقف جماعة الطليع كما كانوا يسمون في ذلك الوقت عقب هذه الجلسة الطويلة اللي كان لخب دانيباي رغم خلافاتنا لكن كان يرد بأدب واحترام ولا يقلوط وباله وسيع وناس واحد يدعوك باللدي يسلموه عليه وقال لازم ترشح نفسك يعني فبدأت الفكرة الترشيح من خيمة نيباي طبعا بدعم من التجمع السلفي والأخوان المتليينين وكذا وكذا في الدائرة وقتها اللي كانت القادسية والمصورية كان فيه دعم شديد وكنت شخص عادي يعني ومو معروف يبس خلنا نلاحظ إنه لما قالوا لك لازم تفكر معناها إنك ترشت روسهم يعني عبيت روسهم إن شاء الله فكنت قادر تطرح والطرح معناها عندك سعة الطلاع أو منطق أو قدرة فالواحد اللي عنده طموح نعم أو حتى اللي ما عنده طموح المفروض يسعى يبني نفسه أنا كنت بقولها النقطة وقلتها في بعض الدواوين أي يا جماعة لما كنت ناقش الأخ عبدالله اللي رحمه شريت مجللات الطليعة من صدرت في الستينات أوه وقلتها كلها عشان يكون دي حصيلة محضر له أي الله يرحمه الله يرحمه كذاك أخسام النيس الله يرحمه والإخوة المجموعة الطليعة يعني ناقشهم لكن باحترام ما فيه قبل يعني مسابب أو مثل كانت فترة جميلة يمكن في وسائل التواصل يعني رغم الخلاف الخلاف لا يفسد للود قضية عم راشد توحيد الله يرحمه ويرحمه كان من تجمع الوطني أو محسوين على جاسم القطامي فأرتب لي لقاءه هو طبعا زوج خالتي فأنتهي باللقاء مع أبطيف الثنية الغانم جاسم القطامي هذا متى في 84 وأنا أستعد لانتخابات 85 وأيضا قابلت بعدين يعقوب الحميضي هذه الكبار الحقيقة يعني جاسم القطامي ليلتين طوال وهو يتكلم وأنا أسجل زين عشان تكون عندي حصيلة أهني لترشيح للمجلس الأمو أنا لاحظ هالأيام الناس يرشحون ما قرر الدستور ولا قرر اللايحة ولا يفهمها ولا ناقش فيها أحد وطرحات مخالفة أشوف طرحات مخالفة للدستور في اللايحة والقانون وكذا وكذا فاللغاءات مع جاسم القطامي ما يمكن نساح الحقيقة وكذلك مع طيف القانون الحقيقة الناس يعني أعطوا تختلف صحيح مع بعض الأطروحات لكن في المصلحة الكويت يعني يوم النهاية لا يمكن تلقي شخصين متوافقين في كل شيء يعني الحياة فيها مساحات للخلاف وفيها مساحات للاقتراب ويبقى مثل ما قلت الاحترام المتبادل والمفردات المستخدمة هي اللي تتحدد قيمة الشخص ومستوى وذاك مصداغا لكلامك بخار لما لشينا مجلس 85 وكان في كل الكتة الموثلة كل الكتة السياسية بالكويت شوف التعاون اللي صار بينهم تعاون ممتاز طبعا يعني مو كل الأهداف تم تحقيقها بالفترة الزمنية البسيطة المجلس 85 اللي هو سنة ونص تقريبا نعم كملنا الأهداف في مجلس 92 كل الأهداف اللي رفعناها في مجلس 92 اللي المال العام استقرال قضاء محاكمة الوزراء زين كلها تم تنفيذها في 92 رحلة جميلة بو محمد نطلع فاصل صغير وبعدين نرجع الى ونكمل الحوار عدنا بو محمد عدنا الى بودكاست نوير حديقة غناء واستوحينا الاسم للحديقة بو محمد احس انك ميال اكثر للسياسة مع انك دارس تخصص صعب يعني اختصاصك الاساسي صيدلة ودرستها في عدة دول يعني في ثلاث صيدلة كانت ابعد عن نفسك السياسة اقرب لك والله بعدين صارت سياسة اقرب اي يعني في البداية لا شك اني حبيت علم الصيدلة ودرست مثل ما ذكرت اني في مصور في بريطانيا وفي السويد زين اي ويعني حبيت المهنة بشكل كبير الحمد الله وذاك اول ما نجحت مجلس 85 ما تركت المهنة بتاعت صيدلية اي وهذا يتوافق تمام مع قانون الصيدلة اللي أنا مسوي لا يجوز صيدلية في الكويت الا صيدلية كويتي خريج صيدلة وما يشتغل بالحكومة المتفرغ يعني وما يشتغل في الحكومة لازم اي ما جعل الله والرجل من قلبين شي جوا تشغل بالحكومة وبشغل بالقطاع الخاص واحد مثلا اي ففتحت صيدلية تمت بس في قطاعات اخرى يشتغلون حكومة وقطاع خاص اي القطاعات الطبية مثلا افتحوها الاسات احيانا الاستشارين اي بس بشرط ما يسير الرئيس قسم بالحكومة اه بشرط معينة واربع ساعات في ضواعب اربع ايام بالسبوع في ضواعب ويمكن الكويتي حسب خدمة مدنية يشتغل بالغضاء الخاص خارج وقاتل دوام بس ما يكون صاحب الترخيص يشتغل عند غيرة يعني شركة من الشركات وكذا على كل حال هذا الموضوع الصيدلة والسياسة اي نحن الحقيقة يعني ربط بين الصيدلة والعمل الرقابي بما يسمى ربط كبير جدا الصيدلة اي نعم والعمل الرقابي لانا الله يشلون التخصص مالي يعني في الصيدلة اللي هو كوالتي كونترول وكوالتي أشورانس اه رقابة الجودة والحوكمة وقريب من الحوكمة اي شلون تضمن ان الكوالتي اللي هي الجودة موجودة في المنتج فهذه الدراسة اللي هي على ايه الادوية نعم شون تضمن والمنتجات الطبيبية اللي كتب اللي كتب في لساتير الادوية ومواصلات الادوية تتحول الى عمل سياسي الى منتج منتج دواي لقيت بعدين مجلس الامة ان هذا نفس هذه نفس الاسس موجودة في مجلس الامة صرت على سبيل المثال رئيس لجنة التحقيق في انفجارات النفط مصفات شايبات قد وقتها ومعض المشاكل صارت لقيت ان فيها نفس الاسس قواعد مثالية مكتوبة للعمل لازم يمشي فيها الموظف او العامل في النفط للحصول على نتيجة سليمة للحصول على نتيجة سليمة واذا حصل خطأ ترجع للمواصفات والتنفيذ اللي لازم كل موظف ينفذ الخطوة المطلوبة منها ويوقع على تنفيذها لقيت ان في النهاية اذا حصل خطأ تكتشفه بسهولة ستاندرد بنبير هؤلاء يجب ان تكون موجودة في كل الامان زي ابو محمد مع خبرتك السياسية وعملك في المجال التشريعي ومجال التنفيذي الحكومي وعملك الخاص اكيد عندك تصور اليوم الاصلاح يعني ما اكو شك ان احنا قاعدين نخطو خطوات اصلاحية وايج جيدة وفي حالة ارتياح شعبي جبيرة لكن ما زلنا نتأمل بالمزيد وننتظر النتائج وين ممكن يبدأ الاصلاح شلون اهم شي ان يكون عند الحكومة رؤية شا يسوي اهم شي هو الرؤية واختيار الناس المناسبين اللي عندهم فعلا هذه الرؤية ويسعون بخطوات علمية التنفيذها مو شعبية وبس لا لازم تكون شعبية وعلمية ايضا وعلمية هي الاساس لانا قد تكون شعبية ما تأتي في البداية شعبية تأتي بعدين تمام فلهم شي الرؤية خلنا اخذ مثال مثال واحد اكبر مشكلة راح تواجه الكويت في من الان ومن السنوات المقلعة راح تكبر بشكل كبير جدا هي مشه التوظيف للشباب الكويتي الخرجين سنويا من الجامعة وتعليم التطبيق 25000 هادي طبعا مو بالكويت بس كل مدن العالم كل بعض العالم الهدف الاساسي لأي حكومة هو مدى توفيرها لفرص عمل جديدة وينعكس على اي اهم اشياء شن هي اهم الاشياء زين ان انت تعتمد على مصدر واحد للدخل صح اذا كل الدخل اللي ايك من النفط ومن غيره توزع الموظفين تقعد شون تبني الدولة ايضا هذا الموضوع يبلقي لك قضية تعدل مصارد للدخل ها ويجيب لك على موضوع تعديل التركيبة السكانية ان الكويت تشتغل في كل المهن هتقدر تعدل تركيبة السكانية امو كثيرة صدق عد الشباب هالأيام انا اشوف قابليتهم للعمل بمختلف انواع المهن زادت يعني التحفظ الاجتماعي خلنا نقول اللي كنت الاحظة بالثمانينات واوائل التسعينات عند الشباب اليوم نكسر يعني موجود بسقل بس يبقى هل في فرص موجود بسقل تعافظ لازال موجود لا في الحكومة فالمفروغ يكون فيه اعادة توجيه للدراسة وفق حاجة سوق العمل بظهر بظهر هذه من الاساسيات وبعدين التحدي الاهم والاكبر هو الشون الغضاء الخاص الصغير الحين في الكويت شون اخليه كبير جدا عشان يستوعب هالعداد هادي فبالتالي لازم اسوي اهم شيء اللي قالوا كبار الاقتصاديين احرر الاراضي اراضي الكويت كلها ملك الدولة اللي مستغل منها 10% 900% مستغل انا افتح اراضي الكويت لكل النشاطات الاقتصادية الصناعية والتحويلية والتجارية والمالية انت تخلق ارضية يتوسع السوق علي شباب مكدوني سوق مداز خاصة على المستوى ما يدون يسعون اي ليش؟ لان الاراضي بملايين دلانير الاراضي الموجودة صحيح افتح الاراضي خلال الناس اشتقلون بعض الشياء افتحوا اسباق مركزية اجروا ب300 الف السنة 2000 متر زين انعكس هذا طبعا على استمرارهم يمكن ما قدروا يستمرون واحيانا على اجار طبعا الاجار االي فانعكس على سعر المنتج لكن لما توفر لهم الدولة توفر لهم الاراضي ايضا في مشاريع كبيرة ايضا الدولة ليش ما سووا صناعات نفطية وهذا تصور الدولة في العالم هي الكويت عندها الرو ماتيريال وعندها المال وعندها الشباب الخريجين اللي مراقل واللائف زين وعندها شنو بعد الارض مو قادة سووا صناعات نفطية ليش؟ النوها اللي هو سر الصناعة وكذا ممكن تتعاقد مع اي شركة من الشركات الكبرى يسوون صناعات عندنا في الكويت ويكلهم نصيب من الربح تمام؟ فللأسف ما سووا هذا وهذا كله يدخل في نطاق الرؤية اللي انتقاه تقول عنها إذا وجدت هذه الرؤية تكون الصورة واضحة أمامك وحتى اللي اللي اختصاصاتهم الدراسية ما تناسب سوق العمل يمكن إعادة تأهيلهم ترى ممكن يكون في خطة ابتعاف لهم اه او او دورات محلية وانا كانت يعني ابو محمد ها صيدلي وأبدعت في العمل السياسي أنا علوم سياسية بس اشتغلت انزين بالإعلام تجد أدباء بس هم تخصصات علمية أصلا فإن الإنسان يغير اختصاصه سهل مصداغة لكلامك عن ده شيء أكبر مصانع الدواء الأوروبية نا لم تدش قسم سواء الأشربة أو الحقن أو محالي الوريدية أو كذا كل شغلهم فيه ناس دورات تدريبية مو صياد له الصيادة لي تلقاه هو المسؤول رئيس القسم أو مدير البقية كلهم شباب تدربوا في المصدر وعد تأهيلهم عيد تأهيلهم يا جماعة لا نستنكر العمل اليدوي والفني هذا مهم جدا بس لازم يكون فيه حوافز لازم يكون فيه حوافز وفيه حاجة حقيقية إذن هي اللقاط ثلاثة أربعة اللي أخصها للرؤية أول شيء شلون أفكر أني أعدد مصادر الدخل ما أعتمد على مصدر واحد يرتفع ينزل سنويا ما أدري عنه له النفط الشيء الثاني كيف أتعامل مع الزيادة الهائلة في السكان وفيه طلبة الوغايف وشلون أيضا أستغل الأراضي تحرير الأراضي وشلون استغلال أمثل استغلال أمثل هذا كله في رؤية واحدة تضمن لي مستقبل أفضل حق الشباب الكويتي كلام جميل نطلع فاصل صغير بو محمد ونرجع إن شاء الله شكرا الله عودة مع النوير أستاذنا الكبير أحمد باخر راضي عن نفسك هل نقدر نقول إنك قدمت إنجازات ترضى بها عن نفسك في مسيرتك السياسية أو العملية والله الرضا التام 100% لا طبعا نعم دائما أنا شخصيا أسأل نفسي إيش ما سويت شديد إيش ما سويت شديد إيش كذا هذه دائما تراودني لكن في نفس الوقت أفتخر أيضا بالإنجازات اللي سويتها أفتخر فيها جدا وأتمنى الحقيقة لن يجسم شباب جدا يقتنفون أثارنا في هذه الأمور يعني لا شك أنا أحب أن أتكلم عنها حتى بالدواوين عشان نشوفون نحن شنية يعني أخطب لك باختصار شيء لأن الحمد لله العمل طويل 25 سنة متتالية فيها إنجازات بحمد الله كثيرة لكن أتكر لك بعض الأمثلة في مجلس 85 مثلا سويت قانون تجريب التعرض ضدات إلهية والأنبياء والصحابة ولما يغيرون قانون المطبوعات في سنة 2006 دخل هذا الأمر أيضا احتفظوا بنفس النص وضعفوه لأمهات المؤمنين وأهل البيت نفس النص كما كتبت في مجلس 85 سويت قانون اللي هو إجازة الأمومة بس ما أقر اللي ب 92 إجازة الأمومة بس بدأ بال خمسة وثمان الله يسلمك كان الأم على أيامنا قبل كانت لما تاخد إجازة الأمومة ينقطع الراتب ينقطع وأيضا التأمينات الاجتماعية يوقفون لازم تلفع من فلوس حق التأمينات فخليناها أقو بإجازة الوضع سنتين براتب كامل إجازة أربعة أشهر بنصف الراتب والحكومة تلفع عنها التأمينات فهي صدر القانون كان لسعادنا فيه زهر الأخير وزير العدل وقته خمسة عارة الأنجري ماشر يعني زهر الأخير ومستحق فعلا لأن يعني مهم من الظلم أن المرأة مثلا إذا افضرت إلى الولادة أو القانون تجريب تعرض الأتلاهية والمبيع والصحابة تري منه أكثر واحد ساعدنا في القانون هذا وكان علي خلاف شديد في المجلس بس هو الحسن من موضوع من هو الشيخ صبع الله الله يرحمه هو اللي قال خاص أبقه الله يرحمه يعني صراحة شفنا الناس حقيقة بعدين خذ مجلس 92 اي مثل ما قلت لك الشعارات ما لنا بثنين بثنين طبقناه 92 لما شاركت مع الحمد الله يرحمه هذا الإنسان العبغري شاركت معه في قانون استغال قضاء ومحاكمة الوزراء وقانون رعاية السكنية شاركت فيه وقانون أيضا أنا بادرت شاركنا في الحمد الله يرحمه وكثير من الأضاحة الخطيب شاركنا فيه اللي هو القانون إذا ما خالنا رغم تسعة وسبعين لسنة أربعة وتسعين اللي هو إيقاف رسوم الحكومة على المواطنين ما تصدر لها بقانون والله بمحمد تشريعات مهمة يعني وكل هذا طابع إيجابي بس ما تشعر أنك ظلمت اجتماعيا شوية أسأل تواصل أي أسأل تواصل حقيقة أنا وائد أسأل يعني أنه يركزون على أمور معينة وما حد يذكر هذه الأمور لا للأسف يعني خلنا أكمل لك يعني ماذا نجل قانون الزكاة قانون الزكاة يدخل ثلاثين مليون دينار سنويا قانون الضمان الصحي الوافدين كان الوافدين تعالجون ببناش مثل الكويتين يلنا ما يصير كلها كانت قوانينك أو لك يد فيها صاحب العمل يسوي لها تأمين صحي ويدفع عند المراجعة المستوصف المستويس هذا القانون يدخل حسب ما أذكر مية وخمسين مية وخمسة وخمسين مليون بالسنة أيضا القانون 31 لسنة 2004 وهذا السلوة كنت وزير عدل هذا من أهم القوانين المتهم الهارب في قضايا الأموال العامة اللي صدع عليه حكم ابتدائي وهو هارب إذا ما يهو استأنف الحكم الابتدائي يصبح حكم نهاي وينفذ على الأموال داخل الكويت وخارج الكويت هل القانون قاعد يحصل مئات الملايين في حالة ترضى عن الذات إن شاء الله مو تامة مثل ما قلت لأن رضى الكامل على النفس ولكن قوانين الحمد لله كلها جيدة وتحتاج بعض يحتاج لتطبيق مثل قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص سوينا مع بعض مع مجموعة صدر في الألفين قانون 19 سنة 2000 لكن لن يطبق تطبيق على الأسف حاولنا نطبقه وطلبنا على سبيل مثال القانون نص في مهن معينة اللي يشغلها الكويتي اللي تكلمنا عنها قبل شوية نعم زين يمكن بعض المهن فعلا الكويتي ما ما يقبل عليها لكن في مهن مثل محاسب في الشركات أو مثل مدير علاقات عامة فيندق أو في شركة حال الكويتيين يبون هالمهن القانون نص في مهن معينة لازم الحكومة تشترط أنه يكون كويتي ممكن يطبقونا كما ينبغي شوف سعود الآن شلون ماشي فأنت تحتاج فعلا إلى يعني يكون في زيادة الكويتين في القطاع الخاص وبالتالي أيضا الحكومة لازم ما يكون إغراءاتها أكثر من إغراءات القطاع الخاص لازم يكون في إغراءات وبنفس الوقت القطاع الخاص يحتاج يشتغل عشان يكبر ويقدر يستوع عط كل التسهيلات حق القطاع الخاص بشرط وظيف الكويتيين ويبيراد للدولة كل ما يشتق القطاع الخاص أحسن كل ما زاد توظيف الكويتيين وكل ما زاد إغراءات الدولة كل دول خاص الدول العالم متقدم كلها ماشا بهالطريقة تعال اغطيك تسهيلات واراضي وكذا بس بيك توظف وتيب لإيراد نظام الضرائب لهم وطبعا بس عنا عندنا الأمور البسيطة اللي تكلمنا عنها الآن فبالتالي هذا من ضمن الرؤية اللي تكلمنا عنها زين في الدقائق الأخيرة من برنامجنا ودي شنو القرار اللي ندمت لأنك ما اتخذته إن كان دراسة عمل برلمان دعوة قرار تشعر كان لازم تسويه وما سويته والله يعني يعني في أشياء يعني قرارات تعلق يمكن ب يعني أعمال معينة يمكن مو قرار واحد لكن مجموعة قرارات يعني مثلا لما رض علي أني أني أمسك وزار تجارة كان في جدا مجالات هامة كثيرة جدا لكن للأسف أنا مسكت وزار تجارة في واحد ستة الفين وثمانين في واحد ثمانية صارت الأزمة العالمية أي الليل حين آثارها موجودة صح تصدقات متدد بنوك فلسات وشركات نهارة ربورصات العالمية فهذا فرض عليك عدم تطبيق أمور كنت تشوفها طب بقت جزء منها لكن مو كلها الوقت ما متعل الحقيقة للأسف صار فيه تعسف أول ثلاث شهر بعد شهر قدم استجواب للرئيس الحكومة ونحلت الحكومة تمت حوالي شهرين محلولة وبين بعيد تشكيلها مرة ثانية وستمرت ثانية في نفس المنصب شهرين وقدم استجواب آخر رئيس الحكومة ونحلت مرة أخرى ما طيحت الفرصة أن نعدل واحد في الاقتصاد الحقيقة يعني كانت مهبة يعني أنا مثلا من الأشياء اللي سويت وأفتغر فيها أني زدت الجور أو مقابل الاستغلال لأملاك الدولة نعم شويق صناعية والري والأماكن وشو نتالي حملة من بعض الملاكن ليه شو حرام هذا الشي اللي بالأول أنا أنا يتمنى وأنا أتعامل معه الآن كل قاعد يطالب فيه صح يعني حتى غرفة التجارة صدرت بيان قبل فترة بسيطة أن مستعدين ندفع ضرائب ومستعدين هذا رأيهم يعني ومستعدين أن ندفع أجور عالي على أملاك الدولة بس سهل وحسنوا الاقتصار وكذا وكذا وأنا قلت لهم بدال الضرائب الزكاة أنه قانون الزكاة نتوسع فيه قانون الزكاة سويناك مرحلة أولى وقتها لكن ممكن نتوسع فيه الآن نتمنى أن لو تحت لنا فرصة أن ننكبر الشركات المساهمة العامة والمقفلة خليكم مثلا الشركات العائلية والشركات الذات المسؤولية المحدودة وغيرها من الشركات فممكن توسع في قانون الزكاة أيضا فيه أشياء ممينة كان ممكن نسويها سيد بمحمد على طار الضريبة عفوا والزكاة بعض الدول اللي فيها ضرائب أصلا الدولة لا تملك عدل يعني في الولايات المتحدة الدولة شنو تملك يعني النفط ملكيات شركات يعني كل الأراضي أملاك أفراد الأراضي الحرفية الأراضي الزراعية كلها أملاك أفراد فهنا الدولة تجبي الضرائب عشان يكون عندها ميزانية تصرف منها ولكن في حالة الدولة مثل الكويت الدولة تملك كل شيء تملك المورد الوحيد تملك العرض كلها ملك الذور وتملك الهواء وتملك الزكاة ما نقول الضريبة حتى ما نقول الزكاة هو نظام الأمثل أولا وموجود عندنا ممكن يطور القانون الحالي تمام طبعا القطاع الخاص قاعد يساهم الآن يدفع اللي هو ثنين ونصف المية حق صندوق دعم العمالة نعم ممكن كل واحد يشتغل بالقطاع الخاص ياخد دعم العمالة والله على الاجتماعي ولا على العوة الغلاء مين ياخد من صندوق تحطها الشركات في ثنين ونصف المية من أرباحها تحطها بصندوق تمام خلام جميل اي ويدفع واحد المية يا زكاة ويدفع واحد المية حق وسط الكوية تقدم العلم اي تمام ف الزكراحات قاعدين فعلا بس بس الأفضل مثل ما قلت لك هو زيارة ترتيب الأمور بالشكل الأفضل الحقيقة قانون الزكاة عندنا وعندنا نص ما قلت نذاكره المادة السادسة أو السابعة في قانون دعم العمال الوطنية في القطاع الخاص اللي تكلمنا عنه قبل شوية انه يكون من ضمن معايير دعم الكهرباء والماء وسعر الخدمات اللي تقدمها الدولة للقطاع الخاص هو مدى توظيفهم الكويتي شكثرت وضع الكويتي انا طيح لك من سعر الماء الكهرباء هذا ايضا ممطبق هذا كله ممطبق احنا في اللحظات الاخيرة ونختم شلونك مع التقاعد متى تتقاعد الانسان يتقاعد ولا ما يتقاعد لا والله انا متقاعد صار لسنين اي من سنة الفين بس حيوي ديناميكي من سنة تتقاعد قال ما رسوايتي بالكتابة اي واتبع الامور كل ما يعني الامور في المجلس وكذا والقوانين وكذا والحمد الله كان المجلس موجود كنت ازور المجلس وازور اللجان والمسؤولين وادلت اربع اربع خمس قوانين اعدلتها وانا برا هذا انت متقاعد انا متقاعد لهذا اقول لك قانون الوكالات التجارية صدق قدمت الحكومة قانون لك وكالات التجارية المادة الاولى تعريف الوكالة انه وكيل واحد رحت حق الرئيس المجلس ورحت حق اللجنة المالية وقعت معهم يا جمال ما يجوز وكيل واحد وكيل او اكتر حطوا كلمة او اكتر لافوها قانون البلدية كانت برا المجلس رحت حقل اخت جنان لما كانت زين دكتورة جنان ذكية وقلت لها حطوا نص في القانون ان اي واحد من المسؤولين البلدية لو الوزير رئيس البلدية يوقع على شي خالف اللي هي القرارات المجلس وزراء او قرارات المجلس البلدية اللي هي نسبة البناء وغيرها توقيع يصير باطل لا يعتد فيه من محكام المحكام ما اعتدت فيه وكان على الاكس عيامي لم يسك البلدية ورئيس قسمي خالف يعطي زيادة نعم وتثبت في المحاكم يقول شقر رئيس القسم يعطي قانون مناغصات حطيت فيه نص وانا برا المجلس ان اي واحد ياخذ مناغصة اي شركة تاخذ مناغصة ولا تتمها على الوجه الاكمل يحرم المناقصات اللي بعدها وهذا اللي طبقت اللي جاءنا على الشركات بعدها رده مرة ثانية ما ياخذ مناغصة جيدة وما اتمل وما اتف السابقة على وجه لك انسان لازم يكون حيوي ويعطي خبرته حق ما يتوقف من هنا يعني في الختام في الختام انا اقول انت متقاعد ورقيا ولكن في عز عطائك ان شاء الله الحمد لله مشكور يا ابو محمد على هذه الزيارة وهذا التشريف في هذا اللقاء وان شاء الله نلتقي في لقاء اذا كان الله خير بخال شكرا عوار ممتد ان شاء الله ما تقلنا عليكم لا سهلات سهل سهل وجميل شكرا